بسهر خير عابليني يا ربكم خير الفيديو عن تواقعات برج الدلو لشهر ابريل الفين اتنين وعشرين بس قبل ما ابدأ تواقعات بس حابب اقول لكم اني دي تواقعات يعني انا مش ضامن عن انا هكون صح والغلط لان الغيب ما يعلموش ربنا وانتوا اكيد عارفين الكلام ده انا بس ايه حبيت افهمكم قبل ما ابدأ الفيديو الفيديو هيكون في المختصر جدا يعني مش هطول وكمان هتكلم في جانبين الجانب المهني والجانب العاطفي يلا بينا اشتغل عليكم ابدأ بالجانب المهني الجانب المهني بالنسبة للموظفين هيكون في نمو للموظفين في الشغل وكمان هتكون في علاقة ليك او لمواليد برج الدلو مع زميلهم في الشغل كويسة جدا الفترة دي وده هيسهل حاجات كتير في الشغل يعني هيبقى في نجاح والناس اللي بتخطط لمشروع او لهدف هيسهل عليها انها هتوصلوا يعني اقدر اقول ان في شهر ابريل هيكون افضل حالاته في الشغل ان شاء الله ويا رب يبقى كل الشهور من شهر ابريل بس وعلى كل الناس والتوفيق يا رب للجميع ده بالنسبة للجانب المهني نبدأ بقى بالجانب العاطفي الجانب العاطفي مواليد برج الدلو شهر ابريل العلاقات العاطفية هتكون اكتر حيوية ده زي ما مكتوب يعني هتكون العلاقات العاطفية اكتر في شهر ابريل من قبل كده اما للمتجاوزين بقى هيكون المفروض الناس المخططة لحمل او طفل المفروض ان هيبشره بخير يعني او هيكون في شهر ابريل بشرة خير ان هيكون في حمل او في طفل ان شاء الله جاي ده اللي كنت قريته لكن طبعا احنا العلم عند الله ويا رب يوفق كل الناس وكل انسان او انسان او كل شخص حابب حاجة او نفسه فيها وكون ليه فيها خير ليه تتحقق يا رب واتمنى ان الفيديو يكون عجبكو لو عجبك الفيديو متنساش دعمني بلايك ولو مش مشترك يليد تشتركوا عشان شوفوا كل جديد من فيديوهات نوع انا مش خاص بالابراج بس انا كمان بنزل فيديوهات معلومات عما هسيب لوكو لينك القناة في الديسكريبشن تقدروا تاخدوا فكرة وتشوفوا الفيديوهات متشاكر اوي ليكو مع السلامة